مية بمية أستاذ ميلاد، مثل ما سابق وتصدلت حضرتك، هيدا الموضوع كيف يصير؟ هيدا الخوارزميات بتعمل دي تاكت للمحتوى وهيدا شي بيأكد يلي كنت أنا عقوله سابقا إنه مش أنا إذا حطيت قبل محتوى إلو علاقة بغزة وبعد محتوى إلو علاقة بغزة يعني أنا محتوى طبول غزة رح يبين لأ هن الخوارزميات طبولهم فيهم يفرجو لك إذا مطلع أنت عشر بوستات أو عشر ستوري وستوري واحدة بس دعم لغزة رح يبينو لك التسعة ستوري ورح يحشبو لك لتسوري طبول دعم غزة هيدا الخوارزميات عندها الإدراء وكل الخوارزميات هلأ عندها إذا بدك الزكاة الاصطناعية طبولها فبس أوضح شغله هيدا الزكاة الاصطناعية بيخليك مش النص بيخليك مش الصورة والنص بقلب الصورة بيخليك مش الفيديو والأي كونتنت بقلب الفيديو يعني أوديو فيديو صوت تاكس أي شيء يقدريك مشه يعني حتى يعني حتى هوني كمان عم بتقول رولاء أنه حتى لأنه في ناس صارت تدعي أنه مثلا منشور حولوا إلى صورة وانشروا هيك ما عاد الخوارزميات بطلقته كمان أنت تنفي هذا الموضوع مية بالمية لان برجع بقول الخوارزميات الزكاة الصناعية أول شيء أصلا برمجيات شيء نحن نسميه الأوسي آر يلي هو فوتو تو تاكس هلأ أنت بمحل معين بتلفونك بالآيفون أي صورة فيك تصورها بيعمل لك دي تاكت للنص بقلبه بتقدر تعمله كوبي بيست فهول التقنيات موجودين بكل بساطة وأكيد خوارزميات الزكاة الصناعية بمواقع التواصل الاجتماعي متطورة أكتر بكتير عندها لقدرات تكمش أي نص بأي صورة وتحدده وبلس عندهم شيء نحن نسميه الماشين لرنينج اللي هو بيقدر يتعلم إذا أنت زكيت على الخوارزميات بمحل معين بيعلمون للخوارزميات إذا عملوا هيك شيء واقفوا ساتا بيواقفوا تاني ماضح